كمامة بحجم الوطن لا كورونا الفاعل ولا ألف مثله كمامة فاسدة تخرص صوت الحق تمنع وجه الحق والحق مطلب التغيير إلى عراق حر فيه شعب حر هكذا خرجوا جمعهم مكمم بالفطرة سنين عجاف غير أن فيروسا متشعبا قد يأتي على شكل فساد يقطع عنهم طريقة تشكيل المستقبل وتشكيل الحكومة صوت من أصوات الشعب لا تمنعك الكمامة خوفا من المرض فأنت مريض كوجه العراق الحزين تنتظر ومثلك كثير في الديوانية وبابل وبغداد وكربلاء تظاهرات القطيعة لزمن المحاصصة هي أيضا ما دقت باب محمد توفيق علاوي قبل ثقة البرلمان لحكومته تأجيل في تأجيل على تأجيل ويضيع في الوقت العراق ويكثر التأويل وما بين شراء أصوات ووأد لحلم الشعب في السر وقتل في العلن لا شيء يخيفهم أكثر مما مضى تبدأ التظاهرات في العراق مرحلة جديدة من التصعيد ضد الكتل والأحزاب السياسية مطالبين بالتغيير المنشود مجددين رفضهم للوضع الحالي ومضيهم قدما نحو تحقيق أهدافهم ومطالب الشعب العراقي لكن تخوف علاوي عما يحدث في الخفاء تخوف يحمله الشعب عنوان الأيام المقبلة لا شيء يمنع الأصوات من أن تنادي بحقها أما مستقبل العراق فهو معلق برقاب من يتقنع باسم السلطة أي كان يظهر الحق ويخفي الحقد يقدح شرارة الموت وينشر عدوى فيروس الفساد الذي يزهق روح العراق أكثر من أي كورونا جديد لبيك يا عراق لبيك يا عراق لبيك ترجمة نانسي قنقر